بسم الله الرحمن 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 الرحيم والسلام ومبارك على سيدنا محمد وعلى أصحاب جمعين زيف وحبيب قلب وحشتوني 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 قد الدنيا كلها هتعمل لي النهاردة انه انا انه همقلد من قناتنا وفوتها هتعمل لي النهاردة هنعمل عيش الفين وطبعا احنا من نستغناش عنه نعمل بقى سندوتشات للمدارس للكليات للمنشبوكس بصو يعني هو ايه نتعشى به كده حاجة سوخنة كده مهمة ممنستغناش عنه يلا ندخل المدارس ونسمي اللمش وهنعمله ازاي هنعمله بطريقة سهلة جدا بصي بقى احنا جبنا العجان بتاعنا نحط في كوباية كبيرة من اللادي حوال ربع كيلو كده خلاص ونحط هنا معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من السكر اتحطتي هنا اتنين يونه هلاقي هي بس عشان معلقة صغيرة وهنا معلقة خميرة بس وهنزل عليها بمية دافية وقلبهم مع بعض كويس جدا جدا انت هتعمل الكيمية دي بس يا نقول لأ ده مش مش هي مش دي العجينة لأ ده دي ات بن 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 اختبر الخميرة كده وخطوة لو عملناها الالاج بيطلح هاشي جدا وجميل جدا خلاص هنا عجبنا المية الدافية ونقلبه كده بالمعلقة لحد ما ندمج المية الدافية بالدقيق بالخميرة بالسكر محطناش ملح محطناش لبن بودر محطناش اي حاجة خالص هو يدوبك الدين وحطيت السكر وحطيت الخمير بس وهي بتبع عجينة 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 مش 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 يابسة يعني او مش تقيلة لأ هي لينة زي ما انت شايفين كده بالظلط خلاص انا كده قلبتون كويس جدا هغطيها بقى ربع ساعة كده ونرجع نشوف هتبع شكل هي ايه يعني هي ربع ساعة مش قبط لان الجو طبعا حري جدا الرابع ساعة كفاية كفاه جدا عليها خلاص هغطيها بقى ونرجع بعد ربع ساعة نشوف الخميرة بتاعتنا بقت شكلها ايه هالوة كندلاء حط عليها كيلو دقيقة انا طبعا خطي كيلو دقيقة نخلته وحطويته فى الكيس اتانى عشان كاباس تعمله وحطت هنا معلقة كبيرة مصف irreبير من اللبن البوضر حلق اعطينا معلقة صغيرة من العسلالة صغيرة من الملح هنعجن هنعجن ممية مفيش بوض partout هنعجن نسبة 게انبودر نصر الكيز بادار نصر بوضر هنعجن بمية عادي خالص مش اه اه انا هحتاج حاول كيلو نص دقيقة بالزبط احتاج لهم حاول ربع كبباهم من الزيت. احط نصفها في الاول كده ونصفها في الاخر. بس مش هحتاج مش حط العيش الفينو ما بيخدش مادة دهنية كتير. ده خل. خطت معلقة كبيرة خل. وهعجنه بس. العيش الفينو القيزر ما بيخدش مادة دهنية كتير. حاجة بسيطة خلص. هنا بقى طبعا حاست ان العجنة بس ايه اه طرت مني شوية. فبحط لها معلقتين دي عشان تزبط معاي. حلو حلو. وهعجنها. وهنا بحط بقيت بقيت ربع كباية من من الزيت ربع كباية صغيرة. يعني كباية الشي صغيرة دي ربعها يا دوبك كده يعني ايه. آآ قدي ثلاث معالق كده. حلو حلو. ثلاث معالق كبار. وعدنتهم هتعرف طبعا العجنة اتخدمت الزيت. لما الحاجة اللي بتاعجيني فاسة وكوت بتاعجيني بيديك او عجان نضفت خلص وبقت زي الفل والعجنة بيتعاملة زي المال بقى كده في ايديك حاجة حلوة جدا يعني شفت عاملة زي اللي بانة كده. هنجيب طبق ونرشه زيت ونحط العجنة بتاعتنا في قلبه. ونركينها بقى. نسيفها لما مش هنمش نركينها ونسيفها لانسيفها لما تخمر. وبعد كده نشوف احنا هنعملي بس دلوقتي احنا رشيني دوبك الطبق زيت. وناخدها من الطبقة بتاع العجان. هنحطها في الطبق التاني. وارش برضه عليها زيت من فوق وغطى الكيز بلاستيك وفوق الكيز فلاستيك نحط عليها فوطة. او ورق الموجودة ايش تغلي بي. وهغطى لما اي يعني ايه? هتاخد سعب الضغط. سعب الضغط وخمرت بس. ان شاء الله زي ما تشايفين كده. هنا بقى هكوارها او هقرصها زي ما هتقولوا عليه. قطح زي اللي عايش فينه اللي انت عايز اعايزك بيه. اتكبر عايزة صغير صغري زي ما انت عايز. بس المعقول الوسط حلو يعني ومعقول كده. اللي هي ايه قد يصفندية كده. حلو? حلو. هنا هكمل هنا بقية الكمية والنركة هنشوف احنا هنشتغل ازاي? صحي كده? صحي كده. هنا بقى كبنا كل واحدة. هنفرتها زي ما انتوا شايفين كده. نفرتها من كل نحية كده. ونرفحها. وبعد كده هنعملها ايه? شايفة شايفة شايفة? زي الرول كده بالزبط. بتبرميها كده. زي انك بتعملي رول كده. وتقفلي بقى ايه? الجنب المفتوح ده وتقفلي كمان الجناء. وتقرصي عليها كده عشان ما تقفلش. والحتة اللي احنا قفلناها دي بتبقى في اعرص ثانية مش مش فوق. علشان لو سيبتها فوق هتفتح منك. فلازم تكون في اعرص ثانية من تحت. خلاص نعمل كمان واحد نعمل كمان. شايفة شايفة شايفة? يعني بص ما فيش هستلمنه. ما فيش هستلمنه. اللي عاجين تلفينه بتب بطارية. ما بتخدش مادة دهنية كتير. بصي بصي بصي. بروميها كده. وقفل زي ما بقفل كده بالزبط. وقرص عليها كده. الحتة اللي احنا بالقرص هدي هي اللي تبقى في اعرص ثانية. ايوة كده بالزبط. هكمل انا بقيت العش. جبت بقى بيضة. وحطت عليها معلقات اللبن. وحطت عليها رشة من الفلفل الاسود. ورشة كمان من البن. واللي بتون كويس جدا. الخلطة دي بتدي العش. ما يتخلي العش لينو حلو جدا جدا جدا. خد بالك. انا هسيبه بس يريح. قد عشر دقائي بس. وحطه فرن سوخن. انا كده كده مشغلت الفرن عشان يسخن. على بال هو ما يستريح بس كده ايه? عشر دقائي بس. ونحط بقى على الوش سمسم. نحط حبث البركة. نحط كمون. نحط ايه شوف ان انت حبيه حطي فوق. ممكن تسيبه سادة خالص برضه بيبه حلو جدا. ما مش مش ايه مشكلة. بس ايه? احنا انا هنا حطيت سمسم حلو حلو. خلاص. انا هحطه بقى في الفرن ونرجع بعد ما يطلع من الفرن. حاجة شايفة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله شايفة. بص يعني ايه? آآ يرغف بسم الله ما شاء الله كده يشبع يعني. بزي اللي بتشتري من برة خالص اللي انت روح تشتري آآ قدي كده مش عارفة بكام. لا لا. انا عن نفس ما بحبش اشتري الفينو من برة خلاص. دايما الفينو او الكايزر او حاجات بعملها في البيت او القرص اي حاجة بعملها في البيت. هنا بقى جبت البخاخ بتاحت اللي فالماية بتاحت المطبخ روح ترشع رشيتين كده. ورحت مغطيها. وبعد يعني يعود كده ايه نص ساعة كده تروح كشفة بقى وشايفة. شايفة هنا بعد النص ساعة. والله اسبقى العاش جاهز تعملي سندوتشات يا باشا واحلى سندوتشات ان شاء الله. حاجة كده اخر حلاوة. يلا نفتح ونشوف اللي عاش الفينو. هقول لك تاني. اللي عاش الفينو اهم حاجة فيه ان انتي تكوني يكون عاجين تطريه لازم تكون عاجين تطريه ما تكطرش مادة دهنيا خالص. يعني قام بتعجيني بقى ايه حاب بتعجينه بلبن برحتك بس هما في الافران ما بيجونون فيش بلبن بيعجينهم معي عادة. احبب تحط اللبن البوتر برضو برحتك وسي اللبن البوتر بيدريح حلوة جداً للعيش يعني هو مفيش اسهل منه بس الحكاية كلها يعني معظم الناس اللي يبص منها بتبال العجينة بتاعته جمدة العجينة بتاعته الجمدة دي وعمراه ما هتطلع عاش فينه ولو حطيت زيت كتير او سمنة كتير او اي مادة دهنية كتير برضو مش هتطلع عليك عاش فينه كويس فلا الكيلو هتحطوله يدوبك معلقتين كبار من الزيت معلقتين كبار من الزيت انا هنا كنت عشان كنت عامل حول كرموس حطيت حتى قريبا ثلاث معلقتين كبار ان شاء الله هي اجيبك اللي هاش فينه جدا والسلام عليكم